زماننا وإحنا صغيرين كبرنا كده على قصة بتاعة بعبوع السنوية العامة وأي بيت عنده سنوية عامة بيشعر أنه هو في حالة استنفار دائم أو استنفار كامل إلى درجته القصوى يعني تلاقي الفلاجرد كده خلاص يعني ما فيش فيها الزهارة جماعة أنا عندي سنوية عامة وتلاقي الأبهات والأمهات عندهم إحساس أنهم وقعين في محنة واختبار حقيقية طيب بدأ نظام السنوية العامة يتطور شيئا فشيئا روايدا روايدا يعني بنحاول قدر اللي استطاع أن احنا نطور من نظام امتحانات السنوية العامة علشان حاجتين أول حاجة أنه الامتحان يبقى بيختبر القدرات الحقيقية للطالب حلو الشعار ده كلام جميل من ناحية تانية أنه الامتحان ده ما يتسربش بحال من الأحوال وأنا أتذكر أن احنا عدنا في فترة كده كان فيه تسريبات غريبة وطبعا البيج بتاعة فيسبوك بتاعة شاومينج دي كانت بتعمل كوارث طيب المشكلة بتاعتي أصبحت فين دلوقتي؟ أنه السنوية العامة ما بقتش بعبع أولياء الأمور والطلبة بس دي بقت بشكل أو بآخر بتشكل بعبع المال الوزارة ليه؟ الوزارة قاعدة مركزة هو اللي امتحانها يتسرب طيب فيه أسئلة من اللي امتحانها تتسرب هيا دي بقى المشكلة بتاعة امتحان علم النفس والجيولوجيا اللي كل مصر بتتكلم عليه الامتحان اتسرب إزاي؟ ده الأسئلة طلعت وقت انعقاد الامتحان أنا قاعي جيدا جدا أنه مفيش حاجة بتمنع بنسبة 100% 100% يعني مثلا يقول لك إيه؟ تأمين الحدود مش عادي فأقول لك والله يا فندم ده الولايات المتحدة الأمريكية مش عارفة تأمن حدودها مع المكسيك بنسبة 100% مثلا يعني أي شيء 100% استحالة استحالة مش حاجة اسمها كده هقدر أمنع تسريب الامتحانات بنسبة 100% استحالة وارد انه حد رح داخل بتليفون فصور حاجة فبعتها سمارت ووتش جايب بقلم حطه في جيبه وفيه كاميرا سغنونة كلام يعني العيال بقوا عفريت والتكنولوجيا بقت على قفة من يشيل بتتبع في شرع عبدالعزيز أي حاجة انت عايزها أي حاجة انت عايزها طيب هل ده معناه ان احنا نبطل نستورد الحاجات دي لا خالص مسألة ما هيش كده هيا أظن بس المسألة ما هيش بسيطة بس ما هيش مستحيلة اللي بيخش اللجنة بشيء ما مش المفترض مفترض جدلا انه فيه تفتيش اه ولا لا اه طيب بنشدد على التفتيش المفروض انه اه طيب ولما بنفتش وبيلاقي حاجة ولا محتاجة مفروض انه التليفون لأ ارجع قط تليفون مكانه طب انا قفاش تحد في اللجنة بيغش او بيساهم في عاملات الغش زي اللي صرب الاسئلة وقت انعقاد الامتحان ده معناه ايه معناه انه ساعته موبايله جاي بقلم من ابو كاميرا بتاع القلم ده انا صورت بيه تصوير في لندن صورت بيه التهرش يا ركاة بتاعت الاخوة دا المسلمين مهم يعني السؤال هو الاخ الفاضل او الاخوة الافاضل وانا بتكلم بجد يعني اللي موجودين داخل اللجان المراقبين داخل اللجنة انا هانا مش بكلمك على التفتيش هتقولي ما احنا فتشنا هقولك جميل والولد معهوش حاجة جميل لا هو معاه حاجة ايا كان الولد دمين هو معاه حاجة يا سعته يا تليفونه يا شاري نظارة مش عارف بتعمل ايه يا شاري ألم بيعمل ايه يعني مركب دبوس في الكرافاتة عامل فيها معقد وبتاع قال طالب سنويا عاما دخل بالكرافاتة ده كده عنده مشكلة كبيرة بالنسبة لي على الاهل مهم مش ده الموضوع طب المراقبين جلجنة بيعملوا ايه بيرقبوا يوسف اه بس ده معناه انه في حد في السادة المراقبين انا لا اطعن في تواطقه او بالأدق لا ادفع بطواطقه انا اطعن في كفاءته اثناء عملية المراقبة ده ما كانش ملتفت على ايامنا كان بيبقى فيه اثنين مراقبين واحد قدام في اول الفصل واحد في الاخر في اخر الفصل ورايحين جايين جايين رايحين طيب اذا كان الوضع في الليجنة دلوقتي كده برضو انه يبقى فيه اثنين مراقبين وان الاثنين واحد رايح واحد راجع ده معناها انه عنهم ما هو شغلته ايه النهاردة شغلتك ايه النهاردة شغلتي ارائب فانا قاعد عناي يا راي حاجاي انا شغال رادار شغلتي ولا مش شغال انا غلطان طيب رادار مرأب مي انا رادار انا لقت اي حاجة اه في حد بيلقط كل حاجة اما انت جاي تشتغل ايه انا نزل النهاردة شغلتي كده هعود الساعة ولا الساعتين ولا اكتر هي شغلتي كده باخد فلوسي على كده ما بفوتش ولما شك بتأكد وتيقن طيب اذا في حد اثر ما احنا مش عارفين اللي امتحان ده خرج من انهي لجنة من انهي فصل ففي حد اثر مش هقولك شاف وطنش انا معرفش ده انا معرفوش وبالتالي لا افتي فيه وبالتالي لا اوجه هذا النوع من الاتهامات حتى وان كان الاتهام مجهلا يعني انا مش عارف الشخص مين لكن اللي اقدر اوجه بي ايه انه في حد اثر في شغله ما بطعنش في زميته حد اثر في شغله ففيه ولد بنت ايا كان فيه شخص ما طلع الامتحان وبعده الاوحش ايه انه لما بيتبعد وبينزل على الصفحات اياها فالصفحات بتحط ايه بتحط الحلول طب العيل جوه اللجنة هتشوف الحلول ازاي برضو بطريقة ما اذا لأ ده فيه تأثير بجد بقى ولا انا بقول حاجة غريبة وكده يبن فيه تأثير بجد معشان العيل تخش على فيسبوك او يجي لها ميسج او يجي لها حاجة على واتساب او يجي لها حاجة على اي اي كان ايا كان بالحل ده معناه انه معاه شيء ما يقدر يستقبل عليه اجابة بتاعت الامتحان يبقى انا اصبح هنا عندي المشكلة دبل التفتيش مش بالقدر اللي المطلوب انا قلتلك من البداية فيش حاجة مية مية بس ده كده معناه انه التفتيش مش بالقدر اللي المطلوب وده معناه انه المرأبة في لجنة ما في فصل ما مش بالقدر المطلوب خالص مالس بقلص طيب وزارة التعليم قالت ايه بعض المصادر المسؤولة داخل الوزارة قالوا يا جماعة احنا في الوزارة انتم معايا اه افضل احنا في الوزارة بنفحص دلوقتي الاسئلة المتدولة الامتحان بتاع الجيلوجيا وعلم النفس طيب بتفحصوهم ادي بعد اكتر من نصف ساعة من بدء الامتحان بتاع السنوية العامة عشرين اربعة وعشرين حير وجميل وتم تشكيل لجنة من قبل غرفة عمليات الامتحان بالوزارة للوقوف على مدى تطابق تلك الاسئلة المتدولة على جروبات الغش الالكتروني ها ماشي بعد اللجنة وده السؤال برضو وبعد اللجنة انتو تدولتوا الصبح صح؟ يعني المفروض جدلا انه اه ايه الحق ده فيه اسئلة طيب شكلنا اللجنة انا مش عرفة احنا بتشكل لجنة عشان يحصل ايه ليه لجنة اه ادي الصفحة ادي الامتحان بص في الامتحان اللي موجود اه يا خبر ده ام الاتنين ايه لجنة ايه فيش لجنة ولا حاج مش محتاجة اي لجنة اي مواطن في الدنيا بصلنا نابع الله يخليك رايس على الصفحة دي مش رئيس الجمهورية طبعا انا بكلم بالجملة المتدول بصلنا الله يخليك يا أستاذ على اللجنة دي على الصفحة دي اه ده ده حطين اسئلة علم نفسه وحطين بعض اسئلة الجيلوجيا يا خبر ايه ده ده هي نفس الاسئلة اللي موجودة في ورقة الامتحان ياه يلا بينا نبدأ ناخد الاجراءات ايه علاقة اللجنة بقى يعني ليه انا شكلت لجنة وعمل قصة وحدوته طيب وبعد ما شكلنا اللجنة وعملنا القصة وعملنا الحدوته على راسي دي الاجراءات المتبعة حاضر يا عم يوسف انت ما اشتغلتش في الحكومة فانت مش فهم انا آسف اللي بعده وبماذا انتهت اللجنة يعني قالت لنا ايه اللجنة والله ما عرف والله ما عرف تخيل تعرفش دي مشكلة لانه اللجنة ما قالت لناش احنا كل اللي احنا مستنيينه هي نفس الاسئلة اول لأ ما تقولولنا يا جماعة هي نفس الاسئلة لو آ يلا افتح بقى التحقيق ونعرف ونبحث ونفحص ونمحص وما الى ذلك لأ يبقى لأ وقتلنا شك بيقين وخلصة الليلة لكن ما انتهت اليه اللجنة لا نعلمه ليه ايه السر القومي في الموضوع يعني خدتوا القرارة تعملوا اللجنة ماشي طب انتهت اليه اللجنة ما نعرفش الساعة كام دلوقتي يا خبه دا ساعة عدت الساعة العشرة مساءات والمتحان كان الصبح بادري بس لسه اللجنة يعني ما تبلغتناش طب هتبلغ مين اه عاش لازم تبلغ يا كيوسف لا يا فندم لازم تبلغنا يا فندم ما هو احنا لازم نعرف عشان نعرف الناس مش عشان على رأسنا ريشة لا سمح الله احنا عايزين نعرف الناس طب اللجنة بتنصر لسا يعني بتبحس الظهر حاجة زي كده بنا يكون فعون اللجنة والقائمين على اللجنة واعضاء اللجنة مش عالله